تعادلت استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية وحققت خطوات كبيرة من أبرز هذه الاستخدامات تشخيص الأمراض وإمكانية فحص أعداد كبيرة من المرضى في وقت قصير واكتشاف الأمراض في أولى مراحلها بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ باحتمالية وقوية أزمة صحية قبل حدوثها تحديد الدواء أو بروتوكول لعلاج المناسب لكل حالة المرضية بناء على التكوين الجيني الخاص بالمريض وبحسب نمط حياته واختلاف استجابته للعلاج الروبوتات فهناك اليوم الروبوتات الجراحية والروبوتات لك تقدم الرعاية إلى جانب سرير المريض كما يتوافر الروبوتات لتعقيم الغرف وأخرى لنقل عينات المختبرات وتحليلها كما استفادت المستشفيات من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة العمل وتنديم ملفات وفرزها خلال مدة زمنية قصيرة كما أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التجارب السريرية يساعد في تحليل البيانات وتقسيم المرضى وتعزيز عمليات التحليل واتخاذ القرار بهدف تعزيز معدلات النجاح للتجارب السريرية